التايم جلت التايم نشرت قيمة بمئة شخصية مؤثرة مؤثرة صاعدة في العالم لعام 2021 عايزة توقف عندي تلات شخصيات عربية واهمهم بالنسبة للشخصية المصرية اختاروا الشابة المصرية ندين اشرف اللي كانت بدأت حساب باسم شرطة التحرش على موقع التواصل الاجتماعي على انستجرام فضحت خلاله قضية المتحرش قضية فيرمونت الى اي حد العالم ينتبه لنا يتابعنا يدرك ادق تفاصلنا الى اي حد في حالة من الاحترام والتقدير لتحول حقيقي في المجتمع المصري انه بقى فيه شبات مصريات والمجتمع المصري نفسه بقى مستنفر ضد التحرش الجنسي وازاي انه لم يعد يعني المجتمع يضمر خوفا او حياءا مصطنعا تجاه طرح هذه القضية وازاي انه مهما كانت الاسماء المتورطة ومهما كان نفوز اصحابها الا انه في النهاية شابة مصرية استطاعت ان تفجر هذه القضية وتكون مطارا مهما للاهتمام ولانفاز سيادة القانون على المتهمين مهما كانوا ومهما كانوا وده نقطة مهمة بقولك احترام العالم لهذه الشابة المصرية واحترامه للمجتمع المصري في طوره وصناعته الجديدة لنفسه وايقظته في موضوع التحرش الجنسي وضد التنمر وضد التمييز وعلى ذلك عايز برضو اشير واشيد باختيارهم للشابة الاماراتية في قسم المبتكرين سارة بنت يوسف الاميري رئيس مجلس الامارات للعلماء وانا مدير مشروع بعثة الامارات للمريخ ووزيرة الدولة للعلوم المتقدمة في مجلس الوزراء الاماراتي وده برضو لموذج عربي مشرف ويعني احنا اصد القيادات المؤثرة دي الصعيدة في العالم مش بس هما بيختاروا الشباب بيختاروا الجميع لكن من بينهم يبقى شباب عربي وبنت مصرية وبنت وشابة اماراتية وشابة مصرية ده شيء عظيم اضيف لهم الصحف السوري هادي الخطيب في قسم المدافعين عن القضايا واعتقد انه احنا اولى الناس كمجتمعات عربية بالبحث عن الشخصيات خصوصا للشابة المؤثرة الصاعدة في مجتمعاتنا علشان نعظم منظرهم ونقدمهم لحياتنا نورا يهدي ويرشد وهم ليديروا وهم ليتولوا قيادة مجتمعهم وابلدهم لعل حظهم فيما هو قادم يكونوا افضل كثيرا من حظنا نحن الاجيال التي اكل عليها الظهر وشريم اشتركوا في القناة